موسيقى 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 اكيد اثناء الحرب صار تتظهر هون قوي الكتاب صار يعتبر ابن فرنجين وهيدا عم بروح من من حسطه من قطاعه التوتر بين ايتون صار واصر في قطاع الى اخرين هلا بالمفهوم الزغرتوي الزعمة الكبار هود الاليها مثل الاليها تمام يعني يعني بالنسبة له ابن فرنجيه ابن معوض ابن الدوايه زعيم العائلة هولي ليه مفيك تحكمه وقت صار في هالمشاكل بيقتل واحد من بيت فرنجيه بايه اسمه فؤاد جبرايل الفرنجيه بيصير في هالتوتر بيجوا بيجتمعوا بيت فرنجيه والكتائب بيب كيركيه جود البيع يلي كان رئيس الكتائب على الارض هونيك بيحبوبة فرنجيه كتير بيقلو طوني فرنجيه بيب كيركيه جود ما تروح عشغلك جود كان يشتغل ببنك بشكه غيب لك شي جمعة تكون حلينيها اوكي غيب جمعة جمعتين ما نحلت كمان يدعا له متله حمل حاله نزع شغله واز بيوصل فؤاد فرنجيه اللي عنده عالبنك بدي احكيك كلمة بدي ارطيحكي معه بيوصل الخبر لطوني فرنجيه حمولي فؤاد فرنجيه اوكي حميه كيف صارت ما كيف صارت بيعرف انه فؤاد فرنجيه نزل بسيارة المخابرات السوريه قتل جود البيع ورجع بسيارة المخابرات السوريه هون وعي توني فرنجيه على الخطوره برجع بعرف من من ميل تاني من اركان بالكتائب شو صار جوه جود البيع شخص مرتب وانا كنت عارفه منيه وجنتلمان رجاله اباضايه جنتلمان مهزب باجتماع مكتب السياسي بيرجميل وقالوا شو ناطرين نقتل انا تتعملوا شي هالكلمة هايدي اتخذت انه روحوا نفسه عملية بيرجميل مكان لو عارف انه رايحين يعملوا عملية باهدن مكان خليهم يعملوا بيعقاليته انه في بلبنان قرى بيسميها هايدي رموز متلا العقورة اهدن بشرة الاع يعني عرفت كيف هايدي ضيع ما تقربوا صوبة هاي رموز كان يقلنا ايها يعني انه انتبهولا مين بياخد الاملية؟ البشير بيقرر يعملها هلا قرروا يعملوا العملية بلكتائب انما كانوا يعرفوا انه فيه نهار معين بينزل طوني فرنجيه اللي عند بيه على انطلياس بيكون هون قال بنطلع نهار يكون طوني مش فوق ليش؟ وصلت معلومات للكتائب انه اللي قتل جود الباية والبقوي اللي مقتلين الناس من كتائب انه كان فيه قتلة بينتهم هاو دي بيقدوا بيحتموا بباية طوني فرنجيه بدنا نطلع نجيبهم هاو ننتبه لللاعبة وين بيكونوا مقررين يطلعوا نهار متلا التنين نفطريد الا من اجلها للتالتة تا يكون طوني فرنجيه مش فوق بيطلعوا الكتائب قوة مجتمعه كل واحد عطريق واحد بعده طيب بس يحكي بس حكيه بيقلك شو صار ما بقلك الاسم احترامن يعني اي مجموعة وطالع ووصل طلع لقى في حاجز للجيش السوري شباب في حاجز للجيش السوري قدامي قالوا خليك مطرحك بعد ربع ساعة ننصي عنشيل الحاجز كيف بينشيل الخبر العاطل اوان بيوصل الخبر المنيه بياخد وقت يوصل لعنده بقى الخبر العاطل وصل لعند بشير عامل بشير القصة بوحشان كبير بس خلصا قال بدي يجي يزور شو اسمه حراس الارز ونحنا العضاء البقين بييدة القوات اللبنانيين تاشرحنا ليش نعملهاك قلنا له عنا ما بتجي قال لا قلنا بنا نسبك زلنا نسبانيه بالمكتب شرنا عرضه اول كلمة بقلي يا بقلي بقلي اللي كان فلان وفلان وفلان عددلي بالاحرار ونجيب زوان ما تلخزني عباد بدنوا يطرقوني يطرقطن قبل بلعك للثاني ما فيه شو بدي انا عارف القصة قلت له كان فيك تطلب مننا ندخل بالحل قبل ما تصير القصة اذا ما قدرنا نحلها بتعمل البدكي الحق خمسين بالمئة هون خمسين بالمئة هونيك وما بقعتوا لينا قال يا السحبة داني شامعون تعطى ما يوقع بالنار لانه بالصفرة كان فيه فيه تناحور قوي وجامعة السفرة دكانة بالاحرار كانت اكتر منهم انه منضبطين مع الاحرار الاحرار مجموعة تتكاكين ما تزعل مرة سنة الـ 78 صار فيه مشكل بين مجموعتنا تبعه الزلقه ومجموعة الاحرار قوصوا ع بعضون انا كنت بالمنطقوني بقعت عالتليفوني خي وقفون ليهم وقت انا اوص ع بعضنا حكي وخلصوا قدولي اجا الامر من الرئيس الشامعون انه خلص طمنوا بالكم قطيت امر للشاباب انه خلص طمنوا بالكم ضبوا كلكيش كونوا فلو ضبوا جامعتنا كلكيش ونفلوا ايه مقوصوا بضهرون وقال له جعب حزبون قال له ايه الرئيس الشامعوني بيحكم بالأشرفين احنا بنحكم هون احرار سن الفيل دي انا تلت حالة تسلحته ايش قالتو في مهمة عاوزينك مين بدي يشوفك امين جميل صاحبته حتى السنة عمل عملية ما يقتل متل ما صارت اهدين متل ما تكون اهدين تاني بينما بالمقابل اذا ميت مقاتل من الكتاب وميت مقاتل من الاحرار ووقفهم ايه لبعضهم بتلاقي عدد اللي عندهم جرأة ومقاتلين عند الاحرار اكتر من هني عند الكتاب بس الكتاب عندهم انضباط وده ما عندهم انضباط هادي بدلك ايه الاحرار بيوجون بيعمل المعركة بيحتلق النقطة وبفيلم ما بيحافظ عليهم وهيدي كانت اول حرب كانوا يعملوها الكتاب موسيقى موسيقى توحيد البندقية كانت بمشروع القوة يلي بلش باخر ال76 اوكي بلش ان نمشي المشكلة كانت انه مش كل الناس على نفس على نفس الديابازون على نفس الموجة الفكرية الاحرار مش على نفس موجة الكتاب بيتفكيرهم بعملهم بغيرهم بعدين الاتفاق اللي كان انه القائد من الكتاب نائب القائد من الاحرار جبنا نائب القائد داني شامون عمره عمر بشير نص عمر داني شامون كيه بدك داني شامون يمشي مع بشير نحن الكتاب ما فاتوا خلوا امين جميل اول واحده وصاروا الأحرار قلقين ممكن هودة بخلين احتياط طيقرتونا يعني هادا هالمنطق اللي خلى هودة يخافوا من هودة صار في حزر من هون ومن هون ومن هون على بعضهم كمان بالشمال كان سمير جعجع والشباب اللي معه عاملين قوي لو أحدهم مش دخلين مش دخلين مع هودة هيدة خلقت هالحجاسيات بيناتهم تانيا مستوى التدريب ومستوى الانضباط عند اتنين مش متل بعضهم عند الكتاب عنده المستوى معين الأحرار مستوى الانضباط وهيدة كتير ضيفة هون صار في قلة تعاون بين بعضهم مش انه مش وحدة حال للعمل المشترك صعيبة بعض المعايير كايتل وتعاونه مزبوط انما ما كان الفعالية قد ما هي لازم تكون بها الاجتماع من هون بقى الحزر هون وهون على المالتين وصلنا مجزرة الصفرة مش لوحدة البندوقية قالوها خبروها انه هاك عملوها حجة اضافية لا هي مجزرة الصفرة هي لانه في واحد عارف انه هيداك بدي يضربوا رحضة رابوا قبل لا اكتر ولا اقل هيدا حقيقة هاهم بدي قول انه في اخطاء ارتكبت من قبل كل الفرقاء بلا طعمة بلا طعمة لاش بدي قولتها لشاب ونحن بدي واحد منه يقوص على الثاني ونحن بيحاجي لضفرة شاب بيقف بجبه في مرات ما كان عنا نقدر نعب لجيبها رجال مش موحدين كلنا وقوات والبداكيه ما كان نقدر نعب لجيبهات رجال